الفنان طارق عبدالعزيز طوفي الفنان طارق عبدالعزيز من أحد الموافق 26 نوفمبر 2023 أثر تعرضه لأزمة قلبي مفاجأ أثناء تصوير مسلسل وباقينا اثنين فنقل على الفور للمستشفى في مدينة الشيخ زايد وقد فرق الحياة أثر للأزمة الصحية التي تتعرض له وقال الشهد عيان منها متج المسلسل كريم أن الفنان طارق كان متواجد منذ صباح يوم الوفاء داخل استوديو التصوير مشير إلى أن الوفاء حدثت بدون مقدمات أو علامات تعب وبصورة غير متوقعة وأضف الفنان شريف مونير أن الفنان طارق قال مش قادر أفعل رجلي وده قبل حدوث الوفاء مباشرة ثم غاب عن الوعي تماما حاول الفنان شريف مونير تدريك القلب ولكن لم يستجيب الفنان وكانت طارق عبدالعزيز قد أجرع مليتين لدعمة القلب آخرها كان في شهر يونيو 2023 تم تشيح كثمان الفنان من مسجد الشرطة بالشيخ زايد من لا يعرف الفنان طارق عبدالعزيز الفنان طارق عبدالعزيز هو ممثل مصري زهر في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية هو موليد محافظة صهاج خريق كلية الحقوق تاريخ الميلاد 4 أغسطس 1968 تاريخ الوفاء 26 نوفمبر 2023 تخرج الفنان الكبير طارق عبدالعزيز مع دفعة خالد صالح وهو صديق شخصي والمي والمحمد هنادي وخالد الصالح والمؤلف أحمد عبدالله بدأ حياتي الفنية من خلال فيلم سعيد في الجامعة الأمريكية مع الفنان محمد هنادي ومجموعة متميزة من الفنانين الشباب من أشعر أدواره في البدائيات دور معد البرامج في فيلم أصحاب ولا بيزنس ودور الشاب القبطي في فيلم ثقافي شارك مع الفنان الكبير عمر ديه في فيلمين هما طول الليالي عام 1999 والقصة في كلمتين عام 2000 عزائل لأسرته والكل محبي